بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعيد أضحى مبارك للجميع كنا قد توقفنا مع جه ايتي انبون كامراد جه ايتي انبون كامراد تحدثنا عن الجه هد اللعبة ايتي انبون كامراد هل انت صديقون او رافقون جيد طبعا توقفنا عند هاد الفقرة لوفوكابيلار اذا عندنا مثلا كلمة croix اذا نتكلم عن علامة هناك اسماء هناك اسماء على السبورة ومن بينها اسمك اذا عليك ان تعلم على اسمك من بين هذه الاسماء اذا مارك طبعا احنا لغة ماركة ولكن هناك مصرف مصرف الامر تقول لشخصين مارك تقول لشخصين مارك اذا علم علم ضع علامة بمعنى اخر طبعا اعلم اسمك المقصود علم على اسمك بار انكوا بعلامة بار انكوا بعلامة بعلامة اذا نوضع واحد العلامة على اسمك من بين الاسماء الموجودة على السبورة ثم عندنا كما رأينا في المصابق كما رأينا في المصابق اذا نتكلم عن سلة المهملات كما عندنا في الحاسوب مثلا او نجات بالي بابي بارتاغ لا نرمي الأوراق بارتاغ على الأرض او نجات بالي بابي بارتاغ طبعا انا عدنا لغة بجوتي انا عدنا لغة بجوتي طبعا انا عدو واحد طريقة في الصرف شيئا ما مختلفة اذا لذلك علينا ان نحفظ هذا الفعل طبعا صرف هذا الفعل مثلا في البخيزون كان اللهم تقول جو جات تجات يل جات يل جات ، أنا تبقى عند تغيير إذا نجات لغة بجوتي تقول لغة بك يل جاتSU جوجيالتي إلجات ألجات الآن في الباسي компози يبقى عندنا لألوه لباسي الباسي الخاسبي وهو جت نقول جيجت تيجت إلجت نوز عمان جت إلزان جت في الفتر سيما نقول ججتري ججتري أنا سأرمي أنت سأرمي أو أنتي سأرمين يجتّون يجتّون نحن سنرمي يجتّون 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 لا يجتّون بعض الأنزل فإنه نحن نرمي نحن نرمي في الأوراق في الأرض لكن ثم ألا جاءت دانزين كورباية إذن نحن نرميها في سلة المهملات إذن نتكلم عن الكورباية ثم سموكي سموكي دو كلها يعني أنك تستهزئو بشخصين نتكلم هنا عن الغاب سموكي كما نقول بأنه جاء على نفسه يهزئ جاء على نفسه يهزئ فعل استهزئا إذن عندنا هنا مثلا جاء في ينطاش مون وزاني باجونتي إلغي إلسومك دو مو إذن جاء في ينطاش أنا قمت ببقعة أنا فعلت بقعة نقول مثلا سي تفاي ينطاش تدو لنطوية تدو سويت سي تفاي ينطاش تدو لنطوية تدو سويت إذا فعلت بقعة عليك أن تنظفها بسرعة تدو يتوجب عليك لنطوية تدو سويت أن تنظفها بسرعة تدو ينتظف أتا كنت أثناء السباقة تدو كنت أثناء السباقة أنت كنت أثناء سباقة لوحتين وانتم فعلتم في حالة الاحترام بسيغة الاحترام وانت فعلت بقعة على القماش وانت كنت في أثناء سبعة لوحة ثم قمت ببقعة على القماش نتكلم عن كلمة طاش ولكن هذه كلمة طاش تتعني بقعة عند أ بدون أكسون لكن هناك كلمة أخرى تمتق بنفس الطريقة كلمة طاش لطاش تعني مهمة تعني عمل غير ذلك نقول مثلا جيفي انفرون المواتي دو ستتاش جيفي انفرون المواتي دو ستتاش أنا قمت بحوالي نصف هاد العمل كي دوفي اتخ اكمبي كي دوفي اتخ اكمبي طبعا لوفي اكمبي المقصود به اتمّر انها انجزة عملا انجزة عملا ادن نتكلم عن لوفي اكمبي ادن ستتاش كي دوفي اتخ التي كان من المفترض كما نقول اتخ اكمبي اتخ اكمبي أن تكون قد أتمت إذن أنا قمت بنص في هذا العمل أنا قمت بنص في هذه المهمة التي كان يجب أن تكون قد أتمت جيفي أنفران لمواتي دوستاش كي دوفي أتر أكمبلي إذن هاتتاش التي تعني مهمة أو عمل عندها أ بأكسن عند أكسن سير كونفلكس عندها أكسن بحل شابو فقط أ ولكن كلمة التاش التي تعني بقعة جيفي أنتاش أنا قمت ببقعة ثم أنا جاري ليس برجل ضريف جاري ليس بإنسان طيب إلغي إذن هو بدأ يضحك إذن هو يضحك إلغي طبعا هنا عندنا لفاب غير إلغي هو يضحك إلصمك دمو ثم هو يستهزي أميني إلصمك دمو ثم هو يستهزي أميني إذن هاتتنا لفاب سموك دو إذن هاتتكلم عن إستهزي أمين جهة تاش من وزاني پا جانتي من وزاني پا جانتي إلغي إلصمك دمو ثم عندنا كلمة أدرو كما عندنا هنا أندري لنسى بال دون لباني إلية تخيزة إذن أندري أنه رامى طبعا هنا لفاب لنسي هذا الفعل رامى أندري لنسى بال إذن أندري أنه يرمي في السلة يعني أنه أصابق السلة إذن نقول عنه إلي تخيز أدروه إذن هو جيد دقيق إن سأعتبر أو أنه ماهر تنقول بأنه قياس على أكسي أندري جاء لنصبال أكوتي ديباني إذن جاء أنه رامى كوراته بجانب السلة لم يرمى في السلة إلي مال أدروه على عكس أدروه إذن هنا عندنا مال أدروه يعني أنه ليس بدقيق يعني ليس بماهر يعني أنه أعوج إنساء التعبير ثم عندنا تخيشي تخيشي غشة تخيشي هدفي على الغشة كونتونو راسبكت بالغاقل ديجو كونتونو راسبكت بالغاقل ديجو عندما أننا لا نحترم قوانين اللعبة لما لا نحترمش قوانين اللعبة طبعاً هدف اللعب وبنفس الطريقة عندما نتحدث عن لعبة الحياة حتى في الحياة طبعاً نتكلم عن الأغاقل ديجو نتكلم عن قوانين اللعبة كونتونو راسبكت بالغاقل ديجو راسبكت احترام ومن كلمة يعني الاحترام عندما لا نحترم قوانين اللعبة نتخيش إذن هنا أننا نغش ما معنى أننا نغش أننا لا نلتازم بقوانين اللعبة فنتجاوز هذه القوانين نبحث عن الطرق السهلة التي تكون في الغيش وليس في الالتزام بقوانين اللعبة سنة ببودو تخيش لسا جاي دان أننا نغش إذن هنا فبازا تخيش لا يجب أن نكون رشاش هنا كما لو نقول لا يجب كون رشاش المقصود على الإنسان اللي يكون رشاشا إذن هنا فبازا تخيش إذن هنا لوفا فالوار هنا لوفا فأتر إذن انتخيش رشاش سواء وأنتخيش سنة بقوانين اللعبة C'est bien fait C'est bien fait هذه العبارة رغم بنية المجهول إذن نقول C'est bien fait إنه معمول جيد إذن هذا الذي قمت به معمول بشكل جيد C'est bien fait كأنها عبارة تشجيع لكنها هنا كما ذكرنا أن تأتي في السياق الاستهزاء Tu es pris des alemates en cachette Et tu es été brûlé Et tu es été brûlé طبعاً le verbe brûlé يعني فيع الأحرق فيع الأحرق le verbe brûlé ولكن هنا رأس صغر مبنية المجهول كما تلاحظ Et tu es été brûlé وأنت حرقت إذن Tu es pris أن t'achadta كما تلاحظ هنا لدينا le participe السياق بفعل prendre له pris Tu es pris لدينا l'auxilia à voir في présent إذن هذا رأس le pass يcompose الخاص بفعل prendre Tu es pris أن t'achadta ماذا أخدت Dizalimet أنت أخذت أعواد تقاب خفية شعلتها فأحرقت نفسك أشعلتها فأحرقت نفسك C'est bien fait C'est bien fait لقد عمل الأمر بشكل جيد Tu es et tu es tu es أنت عقبت مدام أنك أحرقت نفسك لقد نلت العقاب إذن عليك أن لا تقترب من النار C'est bien fait هي صغيرة أصبحت تستعمل بهالطريقة حيث نقول بالدرجة شي واحد مزين لك يعني في الأصل تتكلم لش حاجة مزين ولكن عندما يرتكب شخص مخطأ نقول لهم زيان لك هذه النتيجة توافق نفس عملك إن سأت تعبير ثم إلى ميو تخافي كمو إذن هو عامل بشكل أحسن مني إلى ميو تخافي كمو إذن هو عامل بشكل أحسن مني جين تخافي ميو كورني بير شون ميو كمو إذن جين تخافي جين تخافي ميو كورني إذن جين أنو يعمل أحسن ميو أحسن كورني من روني تخافي تخافي ميو كورني كمو تخافي تخافي ميو أحسن كمو مني أنا تخافي ميو كورني تخافي ميو كمو ميو كمو تخافي تخافي إذن إذن هو يبدأ في الضحك، هو يأخذ في الضحك، رأينا تصير فيما سبق أخذ في أو بدأ في، إذن هو بدأ في الضحك، إذن نقول إذا، سبق أشانتي، هو بدأ في الغناء، هو أخذ في الغناء، إذن نسق أشانتي جي يبور انا كان عندي خوف جي يبور انا كان عندي خوف جمسوا امي اكورير جمسوا امي اكورير انا اخذت في الجري أنا أخذت في الجري جمس ويمي أكو غير أنا أخذت في الجري بابا سيمي أبلغي الراضيع أخذ في البكاء ثم عندنا لفعب مريتي لفعب مريتي هذا في الاستحق جان أبيات خفايي جان أبيات خفايzy إذن جان أبع مع distracted جان أبيات خفايожал إذن جان أحب معardi überhaupt أبي watch إنني إذا النعود cumplق تكفي نرع دالواطßen البشر كما دكالنا جان أبعني ثم يان أبيات خفاي ثم يل مريتي ثم يل مريتي إلي ركومبي إلي ركومبي إلي ركومبي إلي رcekt إلي ركومبي إذن ويستحق مكافأة لريكمبوس مقصود بي المكافأة ثم عندنا تو تنميريت بادالي والسينما أنت لا تستحق أن تذهب إلى السينما تو وأنت تنميريت بادالي والسينما أنت لا تستحق دالي الدهب والسينما إلى السينما تنعي أنت ليس عندك ك إلا أنت ما عندك إلا سكتمرتي إلا ما استحقته إذن أنت ليس عندك إلا ذلك الذي استحقته إن عملت بشكل جيد فأنت تستحق المكافأة وإن لم تعمل بشكل جيد فأنت لا تستحق شيئا إذن تنعي ك سكتمرتي أنت ليس عندك إلا ما استحقته طبعا الأسئلة التي كنا قد رأينا فيما سابق كما نقول أجوبة للعباتنا طبعا بالنسبة للسؤال الأول أو بالنسبة للعبارة الأولى إذا اخترت الجواب الأول فأنت عندك صفر وإذا اخترت الجواب الثاني فأنت عندك نقطة إذن ننظر إذن عندنا أو هي هذه مثلا كما رأينا غيمي أبلي سنبورة بلين ألا ميزون إذن غيمي أنه نسي حاملة ريشتي ألا ميزون في المنزل جلو يدي سي بيان في تسورة بيني إذا اخترت الجواب الأول فأنت عندك صفر لأنك كنت تستهزئ به جلو يدي أو أنك تختار جواب تاني جلو يدي أنا أقول له جيدو بورت بلين أنا عندي حاملي ريشة سأسلفك واحد إذا اخترت هذا الجواب جواب اثنان فأنت عندك نقطة كما عندنا هنا إذا اخترت الجواب اثنان فأنت عندك نقطة إذا اخترت الخيار الثاني فأنت عندك نقطة ثم في حالة العبارة الثانية إذا اخترت الجواب الأول فأنت عندك نقطة وإذا اخترت الجواب الثاني فأنت عندك صفر فننظر هديه بي جتخوف ان پاپير صمانبون جتخوف ان پاپير صمانبون أنا أجد ورقا تحت الكورسي تحت الكورسي الذي أجلس عليه جلو غماس جلو جيت دون الكورباي أنا أجمعه جلو جيت ثم أرميه دون الكورباي السلة إذا قمت بهذا العمل فأنا عندي واحد جلو بوس سلو باندو غيمي وإذا قمت بالعمل الثاني إذا أنا دفعته جلو بوس أنا أدفعه سلو باندو غيمي تحت كورسي غيمي إذا اخترت الجواب الثاني طبعا سيكون عندي صفر إذا هذا فما يخص به ثم عندنا الس سآ سفر سآ اثنان واحد ثم عندنا كونت مانتنو تي بوان ان غو غار دون سو تابلو أنك ستكمل هذا التنقيط طبعا وسترى نفسك على أي نقطة حصلت إذا ثم تحسب هذه النقطة كونت مانتنو الآن عدد عدد الآن عليك أن تعد الآن تي بوان نقطة كا ان غو غار دون سو تابلو بالنظر إلى هاد الجذول بالنظر إلى هاد الجذول باعتماد هالجذول ستويا سي بوان انتو إذا كانت عندك ستة نقاط انتو في الكل ستخي بيا ستخي بيا تيه ان بو كامرات انت رافق جيد ستكون قد تعاملت بشكل جيد ثم تيه 5 أو 4 وإذا كانت عندك خمس أو أربعة نقاط تنبا توجو ان بو كامرات انت لست دائما صديقا جيد لأنك في بعض الحالات تتسرب بشكل غير لائق ثم تيه موض و 4 وإذا كانت عندك أقل من أربعة نقاط تي دور افر ان غوية فور بو اتر ان بو كامرات تي دور انت سيتوجب عليك ان تقوم ب ان غوية فور بمجهود ضخم بمجهود كبير بو اتر ان بو كامرات لتكون كما عندنا هنا لكون المقصود أن تكون ان بو كامرات رافقا جيد إذا في الحالة إذا كانت عندك أقل من أربعة نقاط عليك أن تبدل مجهودا كبيرا لتكون صديقا أو رافقا جيدا وهكذا نكون قد انتهينا من هد الفقرات نلتقي في فقرات قادمة مع موضوع جديد حيكم الله وإلى لقاء قادم وعيد مبارك سعيد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة